مركز الاتصال الوطني مركز الاتصال القطرية التوقف عن التدخل بما يؤثر على هذه الترتيبات من خلال رحلات جوية تجارية تعرض كافة المسافرين على تلك الرحلات لكل المخاطر الصحية الماثلة بسبب تفشي فيروس كورونا وكذلك تواقم تلك الطائرات والمسافرون وموظفو المطارات التي تعبر من خلالها تلك الرحلات التي تفتقر للقواعد الصحية اللازمة كما توصي بها منظمة الصحة العالمية ويؤكد مركز الاتصال الوطني بأنه يتوجب على السلطات القطرية اتباع القواعد والإجراءات الاحترازية اللازمة لحفظ صحة وسلامة المسافرين وطواقم الطائرات وموظفي مختلف المطارات بما يتوافق مع أنظمة اتحاد النقل الجوي الدولي وأضاف مركز الاتصال الوطني أنه قد تم ترتيب رحلة طيران يوم غد تتوافق مع الإجراءات الاحترازية الطبية اللازمة لإجلاء المواطنين العالقين الآن في الدوحة ترجمة نانسي قنقر